نسفة الأنباء اللي تتكلم عن قائمة النصر اللعبين الجانب وهي الأقرب طبعا بحسب ما يتردد و بحسب ما أعرف أنا شخصيا أنها هي الأقرب يمكن البعض من النصرويين يطالب إضافة الكابتل البرازيلي أن سلموا على اعتبار أنه يعني لعب يعتبر إضافة فنية و قيمة فنية عالية جدا من خلال أثبت وجوده من خلال تواجده مع نادي الوحدة ولكن اللعب يبدو لي بحسب ما أشوف أنا في حسنة بدنيا غير جاهز والاتحاد الناس يظن أنه اليوم لابد من إرسال القائمة أو غدا الهلال ستة والنصر سبعة بالضغط على اعتبار أنه الهلال 13 سبتمبر لذلك أرى أنها منطقية خصوصا النصر يمكن في هذه النسقة على وجه التحديد تختلف في النسقة الماضية التي وصل فيها في الدور النصف النهائي اليوم النصر في دكة الاحتياط ما شاء الله تبارك الرحمن يوجد عدد من النجوم المميزين في أي مركز هذا ما كان ينقص نادي النصر قبل ثلاثة أربع مواسم في نسقة دورية أبطال آسيا أتذكر جيدا عندما ليس في النسقة الماضية اللي خسر فيها في الدور النصف النهائي اللي قبلها أذكر السيد فيتوريا كان ياخذ لاعبين من درجة الشباب من الأولمبي الاعتبار لا يوجد لاعبين كلاعبين محليين ذو جودة عالية اليوم النصر حتى في تدريبات النصر اليوم فيه غيابات لأكثر من 13 لاعب ما بين لعبين منتخب أول منتخب أولمبي وأيضا تواجد اثنين من اللعبين للجانب مشاري بوف واللاعب الكاميروني أبو بكر أنا أرى أنها منطقية يهمنا في المقام الأول أن يفزوا للفريقين النصر والهلال حقيقة نسقة هذه لا يبقى سهلة ولكن بالإمكان أن النصر والهلال يعمل فيها شيء كثير ويتقدمون إلى بعد نقطة فيها حلنا وصلنا خلال ترجمة نانسي قنقر